السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعزائي مشاهدين والمتابعين أهلا بكم في قولة حلقات برنامج خلاصة الكلام ومعاكم كابتن طارئ رياض والزميلة سلمة سيد أهلا بك يا سلمة أهلا كابتن رياض الطارئ رياض أهلا وسهلا أهلا بالمشاهدين العزاء أنا معاكم سلمة سيد في قولة حلقاتنا برنامج خلاصة الكلام إن شاء الله برنامجنا هيتكلم عن الأسرة والمجتمع كل ما يقص الأسرة والمجتمع مستضيفين معانا النهاردة دكتور نجلاء أهلا وسهلا بحضرتك معانا دكتور نجلاء حاصلة على باكلوريوس تجارة ماجستير تنمية بشرية دكتوراه في استراتيجية التعليم الحديثة ودكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد الأسري وعضو في لجنة العلاقات العامة في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أهلا بحضرتك من ورانا والله يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك يا كبتور تحب نبدأ بالإرشاد الأسري ولا الصحة النفسية؟ لا الصحة النفسية طبعا الصحة النفسية هي أساس أي حاجة فنبتجي بالصحة النفسية الأول وبعد كده نتكلم في الإرشاد نتقول ما أنت متوازن نفسيا هتقدر تعمل الأسرة كويسة لكن أنت صحتك النفسية مش تمام متوتر مضغوط لا إرشاد الأسري هيعمل إيه؟ ملهوش دور تمام طب بنسمع عن الإرشاد الأسري عايزين نعرف يعني إيه إرشاد الأسري؟ بصي هو الإرشاد الأسري مش جديد الإرشاد الأسري موجود من زمان الإرشاد الأسري لو فيه أي توطر أو أي ألأ موجود فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى قاله إن خفتم شقاقا قال لا تعديله فبعثوا بحكم من أهليه وحكم من أهليها فلازم يبقى فيه حد موجود علشان خاطر يهدي الدنيا يعني لو فيه أي خلافات والله لو فيه صحة نفسية هتبصت لايه الخلافات تمام أوكي هيقدروا هما اللي اتنين يتماشوا مع بعض ويحلوا بالزبط يحلوا أي حاجة بتحصل طيب لو ما فيه الإرشاد بقى فبقى فيه إرشاد دلوقتي للأسرة ده بقى ليه دور بقى مؤخرا ممكن يكون حد برا الأسرة أصلا مش من داخل الأسرة نفسها تقدر تتكلمي معاه باستفادة ممكن تلاقي إنك تتكلمي مع حد من أهلك من أهله فيه حزازيات فيه خصوصيات فيه حاجات أنت مش عايزة تتكلمي فيها لكن لما يكون فيه إرشادي أنت بتتكلمي باستفادة وتوصلي الحل تمام أوه تمام هيبقى الشخص براحته أكتر ما هو هيتكلم مع حد بزاق أنت بتتكلمي مع نفسك لازم يكون حد أمين جدا فعلشان كده بقولك لأ خلينا في الصحة النفسية لإرشاد الأسر المجال واسع قوي وطرقه كتير ده يا دكتورة برضو يودي له الحاجة اسمها الدعم النفسي تمام من يقدر يوم بالموضوع ده مش أي حد يعني اللي يقوم بالدعم النفسي لازم شخص الشخص ده لازم تتوفر فيه صفات لازم يكون عنده سعة صدر يقدر يسمع لك يكون عنده تثبيت إيماني يكون شخصيته متوازنة ما يكونش عنده أي حاجة نفسية يقدر يوم إنسان ساوي بمعنى الكلمة إنسان هو ما فيش حد كامل هو أكيد طبعا بس يعني عارفة تقولي إيه ده اللي يقدر يقف جنبي في المحنة دي تمام بيقدم لك الدعم النفسي إمتى الدعم النفسي ده لازم يكون من بداية لحظة الصدمة سواء صدمة صغيرة أو كبيرة أو صدمة كبيرة لازم يكون لازم يكون موجود شخص طبيعي بس هو عنده القدرة إنه هو يخدم غيره بيحترم الناس بيقدر يسمع لها كويس عنده ثقة في نفسه عنده تثبيت إيماني طالما هو إيمانيا قوي أو عنده معلومات إيمانية يقدر يقف جنبك ويسندي تمام فيه صدمات ما بتبقاش محتاجة كلام أو علاج نفسي قد ما بتبقى محتاجة تدعيم إيماني فعلا يا دكتور فمش أي حد بيقدر فعلا بنسمع عن الحيل الدفاعية بتبقى إيه هي الحيل الدفاعية دي وإيه معناها يعني إيه هي الحيل الدفاعية للإنسان يعني عنده يقدر إنه هو يتعامل بيها مع حد بسي الحيل الدفاعية بتعتبر لب الصحة النفسية تمام العمق بتاعها هو كلنا بنستخدم الحيل الدفاعية دي سوي غير سوي بيستخدمها في كل شخص يعني في كل شخص موجودة هقولك موجودة إزاي؟ تبقى فيهم دخلة معنا أوكي مين معنا يا جماعة؟ معانا مروة معانا؟ ألو؟ 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 ألو السلام عليكم ألو؟ ألو؟ دكتورة معاكم موسيقى 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 مرسي 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 في سؤال عزت تترحيل للدكتورة؟ أه عندي سؤال لدكتورة بعد إذنك أنا دلوقتي أم الكتلين وعلى وشك الولادة إن شاء الله إن شاء الله بس عندما هداك عارفة تروح الكورونا فطبع عندي تخوف نزول المدار والفترة اللي جاية يعني طبعا خايفة على ولايك قريبا العلق وصل العلق إيه؟ الوصل للاولاد عندها تخوف من نزول من الكورونا والقلق وصل للاولاد هتغلب إزاي؟ وقدر الساعدات إزاي وفاعد وليس بطريق صحة واللي شديد تقدر تتعامل معهم إزاي؟ إن هي النقلت القلق بتاعها ليهم في حاجة تاني؟ في حاجة تاني؟ لأ شكرا شكرا لك يا أستاذة مارو شكرا يا مارو هي بتسأل حضرتك السؤال واضح؟ بس إحنا خلص دكتورة برضو السؤال اللي إحنا كنا نتكلم في دلوقتي نكمل الحالة الدفاعية إحنا قلنا إن كل إنسان فينا سوي غير سوي بيستخدم الحالة الدفاعية فيه سيرموند فرويد ده علم أملكي قسم الشخصية بتاعة البني آدم لثلاثة أقسام حاجة اسمها الأنا اللي هي العقل الهوة اللي هي الغرائز الأنا العليا اللي هي المثالية فكل واحد فينا عنده عقل وبيبقى عايز يعمل حاجة معينة بس القيود بقى أو العادات والتقاليد والمثالية والدين وحاجات كتيرة بتحكم بتحكم الإنسان فعلا دايما المشكلة بتحصل ما بين الهو بين الأنا العليا اللي هي الغرائز والمثالية بيأكلوا بعض بقى الاتنين أنا عايز أعمل دي لكن العرفة أو العادات أو ما يصحش إن أنا أعملها تبتدي تظهر الحالة الدفاعية تمام؟ تمام الحالة الدفاعية يبتدي هو يقول اللي يبرر لنفسه اللي هو يعمل بيه الفعل يعني أنا في مشكلة أنت غلطان؟ لا أنا مش غلطان وطلع مبرر مع أني أنت مقتنع مليون المية أنه هو غلطان لكن هو بيهرب عن طريق الحالة الدفاعية دي عن طريق الكب عن طريق الأمطغاء عن طريق أنه ينسحب من موقف عن طريق أنه يبرر لك طول الوقت فهي العقل بقى علشان ييجي اللي هو الآن علشان يصالح ما بينهم دي عمليا بتبقى صعبة شوية تمام بس الحالة الدفاعية دي موجودة عندنا كله لقب الصحة نفسها معانا مدخلة معانا مدخلة ألو كابتن إسلام معانا ألو سيئة كابتن طوري زيكا كابتن إسلام كابتن طوري حضرتك منوش الشاشة كابتن الله الله يخليك الله يخليك كابتن إسلام فيه سؤالة عوصة تروحوا للدكتورة أحب أقول لحضرتك النجدة بكل معلومات وقالنا من الدين نجتمية بلقى أجي تسمع كلام حضرتك بكل حاجة الله يخليك كابتن إسلام فيه سؤالة عوصة تروحوا للدكتورة ولا حاجة لا يا فندي ما نحطيك أستطيع حضرتك أشكرك المعلومات الموجودة لحضرتك بسؤولها الدكتورة بقى بتقولها مش أنا واحد يا كابتن واحد يا كابتن نكمل يا دكتورة السؤال بتاع أستاذة مروة السؤال بتاع مروة مروة صوتها مرتبك صوتها متوتر فأنت عملتي في ولادي كارثة هي بتقول برضو إن هي داخل على حالة وضع ما أنت لازم تا أنت أزيتي الاتنين وأزيتي البيبي اللي لسه في بطنك لأن اللي لسه في بطنك بيوصلوا إحساسك أكتر من الاتنين الملخدين اللي هي فعلا خايفة لازم أنت اللي تحدي لازم أنت اللي تعود نفسك بصي هقولك حاجة فيروس كورونا ده زي وزي أي فيروس موجود فيه ناس بتخف وفيه ناس يعني ربنا ما بيكتب لهاش الشفا اللهم أمين يا رب العالمين لكنه هو أنا لازم أوصل لنفسي إن الفيروس ده جاي للرسالة من ربنا هو بيبلغني رسالة إن أنا ممكن في ثانية بجزء من بويضة أو أقفلك العالم كله وهو ده اللي حصل الدنيا كلها وقفت دول كبيرة دول صغيرة فأنا علشان خاطر أجل أتكلم إن أطفال أنت إهدي وانيسألك إيه في المسلسل بتاعه إحنا لما جينا من ربي ولادنا أنا وميسة اكتشفنا إن إحنا بنربي نفسنا صحيح هدي نفسك الأول ومنعي التوتر اللي عندك الأول واتكلمي مع أولادك إن دي حاجة جاية من عند ربنا لازم يعرفوا ربنا ولازم يعرفوا إن هو ممكن يرسل لنا رسالات وكورونا دي كانت رسالة من ربنا فعادي جدا إن الدنيا ماشي إحنا بننزل وبنروح وبنجيه بس نتعاود نغسل إيدينا ناخد الإجراءات الوقائية تمام لازم يتعودوا لحل فعا إن هي تبتدي عادي تنزل بيهم بس تاخد الإجراءات الوقائية بتاعتها بالزبط وما تبقاش هي خايفة علشان كلهم ما يخافوش شكرا جدا في حياة خطيرة أنا اتكلمت فيها قبل كده يعني كتير بالنسبة للأطفال اللي هم يعني تعرفوا موضوع الكورونا ده ضغط نفسي وعامل قوي للأطفال يعني عامل ضغط كبير على الأطفال إحنا برضو نوجه الأسرة عايزين نوجه الأسرة يعني نعمل إيه مع الطفل يعني نكلمه إزاي نخليه نقلل الضغط الضغط عليه إزاي بس أقولك إرجع لطريقة بابايا وباباك فعلا فعلا سيب الموبايل من إيديهم أعودوا لعابوا كوتشينا لعابوا دمنا هزروا اضحكوا اعملي أكلك وجوزك يجي من شغله وأعودوا تكلموا مع بعض احكوا حواديد رجعوا روح الأسرة تاني هتلاقوا كل شيء طبيعي لكن أنا مسكة موبايلي وقعدة عليه ما بتكلمش مع ولادي ولادي مرعوبين أنا مشغلة نسبة الإصابات نسبة الوفيات مش عارف عزل الصحي الفنانة مين جاء الله قدمين نتوفق ايضا وبتكلم مع الناس خلي بالك مشكلة ان انت تتكلم في مشكلة وأطفالك سامعين عايزة اقول لها البيبي اللي في بطنك احنا كنا كنت بكلم مع دكتورة أميرة أميرة دالي كنا بنتكلم في موضوع الانتحار موضوع الانتحار لو الام من وهي حامل مش عايزة البيبي أو حاولت تنزله تبقي قصة حياته يا مدمن يا منتحر يا حالة نفسية واكتئاب هو بيطل لان هو عارف ده من هو في بطنك هو بيحس بيها زمان كانوا جداتنا كل انتو اتنين كل الاثنين فاهماني طب تحكي بقى الاثنين هزري الاثنين اهدي الاثنين وتكلف نفسك وتجي تقولي اصلي ده طالع متنرفيز ده طالع عصب من اللي انتو عملتين من الاساس من اللي انتو عملتين فهي لازم تهدى ما فيهش كلامي طب هو الطفل العدواني ممكن هو يعني يعدي اي طرف في الاسرة يعني انا عندي طفل عدواني في البيت الطفل عدواني ده ممكن اخوي يعمل زيه ولا هو يعني فيه زي عدوى بصي هقولك حاجة اما حد يقعد يكلمك على طول على طول اخبار سيئة بصدرلك طاقة سلبية انت هتبقي عاملها ازاي خلاص بمنتهى يعني فيه حد معين من ساعة ما جاء وهو اكتب اكتبك انا حسيت ان انا صدع ده من غير متحرك من المكان ايو ايو عارفة واخده لي بالك انتو ولك انه قاعد معنا افهمه فلا هو بينقلق هو الطفل العدواني ماينفعش ان انا سيبه عدواني لازم مكتدي انت حاعد طفل العدواني لو خدته في حضنه هم محتاج ده هم محتاج ان انا ادي له اهم ايه هتكلم معين هتناقش معين هتدي له مساح يقول رأيهم هم يقوله وعايز ايه معادش فيه اطفال بيقوله رأيهم لان احنا مش فاضين او مش مدينهم المساحة يعني انت مش مدينهم المساحة انت مش فاضية فلما بيجي يقولك حاجة طب مش دلوقتي بعدين هم طيب مش لما خلص اللي في ايدي انا بس بكتب حاجة ده ده اللي بيحصل حقيقي فعلا ايوة وهو دور فيه طب عايز يلفت نظرك ليه يعمل الكرسى بقى ومصيبه صح عشان فعلا يلفت نظرك ليه اقولك انا هو انا هو طيب لو لقيته متنرفز وبيتخاني او ده ضربني او ده عمالني فيه معظم الامات تروح وتضرب وانت وعملته وتصح فيه وكده لا ده ناخده في حضن وتضقب عليه وهزر احتويه حسسته بامته احتويه فعلا حسسته لا فيه العكس يا دكتورة برضو خليبالي بيعملوا الطفل بعادقة برضو يعني بيبقى فيه عند بين الاب بين الاب وبين الام بين الابن يعني بيبقى فيه على طول فيه بينهم عادقة مش انا قلتلك دلوقتي ان الفنان محمد صبحي قال لما جينا من ربي ولادنا ربنا نفسنا صحيح ربي نفسك قبل ما توجه لابنك يعني ما تقولوش ما تعملش وهو شايفك بتعمل فيش مصدقية طيب دكتورة حضرية طبعا اشتغلت في مجال الرياضة مش اشتغلت انا دخلت بعد ما خلصت سنوي دخلت التدريبات كلية الرياضية التربية الرياضية وكنت بلعب شوية العبكو بس ما كملتش يعني ما دخلتش الكلية اصلا يعني فيه حاجه اسمها علم نفس مرتبطة بالرياضة لا هو علم نفس مرتبط بجميع المجالات لو انت مش مؤهل نفسي اقولك هي المنتخب علشان خاطر ينزل يلعب قدام قوة كبيرة لو انت مش مهيقه نفسيا هم مش كلهم اقوي فيحتاج دكتور نفسي؟ بالزبط ده اللي بيحصل على فكرة لما مثلا فيه منتخبات كبيرة قوي وده حرفيا يعني زي منتخب برازيل مثلا بيبقى معايا مدرب نفسي بيهيق اللعيبة بيهيق على فكرة الصحة النفسية في جميع المجالات مش رياضة بس في جميع المجالات التربية والتعليم دلوقتي لازم يكون فيه طبيب نفسي لان الولاد بقى اللي توحد يا اما انت واقي يا اما عضويني مفيش تالت مفيش تحصيل دراسي لازم يكون فيه كان زمان فيه اخصائية اجتماعية لا النار بس كانت العملية حنينة شوية لكن دلوقتي لا لازم متخصص نفسي كنا فعلا في المدرسة زمان لما يتكون فيه طالبة او طالب عنده مشكلة يقولك او يقول للمدرسة اللي عليه لو سمحت نزل اخصائية اجتماعية بتقعد تتكلم مع الطالب دلوقتي فعلا احنا مفتقدين النقطة دي بالضبط بالضبط طيب ما هتحبك بدون قطع كلامك يا كابتن عشان دي حادثة اتمنى ان هما يكونوا بيشوفوني دلوقتي دي طالبة انا اساسا بشتغل في التدريس طالبة انا قاعدة فجأة تلعيت البنت ايديها معلمة حرق حرق البنت دي كيوت جدا ومحترمة جدا ومشطورة جدا تعالي حبيبتي ايه ده ايه اللي في ايديكي ماما تخيلي ماما اه ماما ايه ماما سخنت المعلقة وحرقتني علشان ابقى كويسة علشان اذكر كويسة ده تدمير نفسي انسي انسي ده مش صح طيب احنا برنامجنا اسمه خلاصة الكلام ايه خلاصة الكلام من كلامنا النهاردة يا دكتور عايزة توصليه للمشاهدين انا عايزة اوصل للأسرة احاولوا يترجعوا للحوار تاني ما بينكم ما بين ابنائكم لو كنا بندور على صحة نفسية لو كنت بسي هقولك حاجة لو انتي اهتمتي بالطفل وبصحته النفسية مش هتحتاجي للأرشاد الأسري ده لان طبيعي هما هيبقوا متفاهمين وصحته من نفسية كويسة انتي بتخشي ليه لان هما نفسيا مش متزبطين من الصغر في خلافات في حاجات مش مظبوطة اهتموا بولادكو زي الاستاذة مروى اللي اتكلمت ابنك منه هو في بطنك خلي بالك منه نميه نفسيا صح علشان خاطر يغطل عراجل سوي يعمل بيت سوي يطلع لنا اطفال اسوياء لكن اللي احنا في دلوقتي ربنا يلتف مينا دكتورة رجلاء للأسف الفقرة انتهيت او الحلقة انتهيت طبعا انا اتشرفت بيكو بصراحة حلقة جميلة ممكن نقول نصيحة اخيرة للمشاهدين النصيحة بس انا قلتها في كلامي اللي هو لازم احنا نربي نفسنا قبل ما نربي اولا قبل ما نربي لازم نهتم بالصحة النفسية قبل الاكل والشبط لازم تهتم بصحته نفسية تمام شكرا شكرا دكتورة رجلاء شكرا انك شكرا انا اتشرفت بيكو جدا مرسي جدا لحضرتك وان شاء الله تابعونا كل اسبوع مع برنامجكو وخلاصة الكلام السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة